اشتركوا في القناة هذا الشهر الأغار المبارك عاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية باليمن والخير والبركات من بين الأسئلة الفقهية التي تهم كل صائم السؤال عن حكم من بدأ الصيام في بلد ثم انتقل إلى بلد آخر واختلف العيد في البلد الذي سافر أو ذهب إليه مع عيد البلد الذي بدأ الصيام فيه فمثلا صائم شهد الشهر أو بدأ صيام شهر رمضان في مصر وبعد ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو أكثر أو أقل انتقل أو صافر إلى بلد آخر وبقي في هذا البلد حتى جاء عليه العيد واترح أن العيد في البلد الذي ذهب إليه يختلف عن العيد في مصر فماذا عليه أن يفعل؟ الأصل كما ذكر العلماء أن الإنسان يجب عليه أن يفطر حسب رؤية البلد الذي ذهب إليه هذا هو الأصل إلا في حالتين الحالة الأولى أن يزيد عدد أيام صيامه عن ثلاثين يوما أو يقل عن تسع وعشرين يوما يعني إيه هذا الكلام؟ يعني شهر رمضان قغيره من بقية الشهور القمرية لا يكون أبدا واحدا وثلاثين يوما ولا يكون أبدا ثمانية وعشرين يوما النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني ثلاثين يوما ثم قال صلى الله عليه وسلم وهكذا 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 يعني تسعا وعشرين يوما إذن الإنسان مرتبط في ذلك بألا يصوم أكثر من ثلاثين يوما وأن لا يقل عدد أيام صيامه في الشهر رمضان عن ثمانية وعشرين يوما الأمر الثاني ألا تخالف أو تعارض الحسابات الفلاكية الرؤية البصرية بمعنى إذا عارضت الرؤية الحسابات الفلاكية يجب على الإنسان أن يرتبط وأن يعتد بالحسابات الفلاكية لأن الحسابات الفلاكية قطعية أما الرؤية والشهادة فهي ظنية والقطعي مقدم على الظني أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في هذا الشهر الأغر المبارك وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة